سؤال انتقالات سخن اوه سخن اصلا بس سخن السخنية كده اللي هي ايه ما تعملش ازمة ما تعملش جروح ما تعملش مشاكل ما تعملش اي ازمات من نوعية النومين بيتخانق على مين تحس كده كل نادي شغال بحكايته في ملكوته ملوش دعوة بالنادي اللي جنبه كل نادي بيشوف احتياجاته وبيدور عليها وبيجيبها واللي احتياجات عادة ما بتبقاش واحدة بين كل الاندية انا والله عايز اللاعب الفلاني اللي امكانياته هتشتغل بالطريقة المعينة في طريقة اللاعب دي فممكن اللاعب اللي انا بقى عايزه حتى لو هو لعب كبير ومميز اللي جنبه مبقاش محتاجه مش شايفه مهم بالنسباله مش القصة انه شايفه لعب مش كويس لا هو شايفه انه هو مش محتاجه دي الحاجة اللي احنا كنا ياما بالنادي بيها ونقول شوف احتياجاتك ودور عليها ما تدورش على لعيبة وخلاص ما تدورش على اسماء وخلاص وبصراحة كده ما هو ما بقاش فيه اسماء وخلاص هو كام اسم معروفين في السوق بتاعنا سوق الكورة بتاعنا والاسماء دي قعدة ومركزة مع فرقها سين وصاد وضاد والاسماء اللي انتوا عارفينها كلها في الاهل والزماليكم بيراميتز وفيوتشر كله محافظ على لعبته وبقى اللعيبة اللي موجودة في السوق هي لعيبة بصراحة شديدة شبه بعضها يعني مش هتلاقي اللاعب اللي هتقول ايه مثلا انا في رقتي جابت الصفقة الفلانية عشان هيعمل الالبان مفيش هو لعب كويس وهيدعم الفريق وهيساند الفريق بس هيعمل الالبان اسم كبير يعني هيكسر الدنيا وارد او وارد لا مش هتبقى الحكاية مضمونة مية في المية لسه يبقى محتاج وقت فالموضوع هادي وتلاقي مثلا الاهلي بيدور على شبابه وتلاقي الزمالك بيدور على شبابه الاسماعيلي المصري سموحة امبي كل الاندية كل الاندية بتدور على شبابها دلوقتي يقول لك وضعنا عندي قطع نشيئين محترم مطلع 3-4-5-6 لعابين ويدعموا الفريق الاول بدلا ما روح اشتري لعيب بفلوس كتير يا اوي وانا عندي قريدي شبابي وبصراحة شديدة يعني لعمل النادي الزمالك على فكرة مش بس النادي الزمالك واندية اخرى يعني بس اناتكلم على النادي الزمالك كنموذج عشان في الاول والاخر هو حصد البطول حصد الدوري لما اعتمد على مجموعة من شبابه مضطرا مضطرا خد بالك انه الظروف الصعبة اللي وجاها نادي الزمالك الموسم اللي فات هي اللي اجبرته انه يعتمد على مجموعة من الشباب مع مدرم محترم جدا ووظفهم صح ودهم السكة هو يعني بريرة عمل معهم اداء محترم جدا عشان كده شوفنا شبابه الزمالك نجحوا وحققوا بطولة النادي الزمالك مع المجموعة اللي موجودة فالكل قالك ليه لأ ليه لأ انا بصرف كتير قوي هتقول لها كريم بس ما هو برضو الاندية بتصرف على الاجانب فلوس كتير ماشي مفهومة يعني ما انت لما بتروح تشتريه اجنبي بتشريب عملة صعبة بتشتريه عشان انت متصور او متوقع ان المفروض المفروض يبقى افضل من اللي موجودة عندك فتدفع فيه فلوس كتيرة ماشي مفهومة اي نعم يعني اللي جنبنا في شمال افراقيا دول شمال افراقيا ما بيدفقوش الالقام دي في الاجانب بس ماشي تعدي لكن لما نجي بقى في سوق مصري لعبين مصريين عارفين من الاخر يعني من الجامد ومن العادي ومن اللي يقدر يعمل حاجة ومن اللي ما يقدرش يعمل حاجة ونعلل الاسعار قوي مش منطق ودل حصل الموسم ده انه ما فيش مبالغات اه فيه لعيبة اسعارها مش قليلة بس ما فيش ارقام خزعبلية الارقام اللي بتطع تقول ايه هو الرقم ده تدفع عليه اصله زمان كان بيحصل ايه كان المزاد بيتفتح اهلي وزمالك مثلا على سبيل المثال واحنا طبعا باللاتة المزاد ما بقاش فيه اهلي وزمالك بس بقى فيه اهلي وزمالك وبيراميز وفيوتشار وفاركو وانده كتير اتقدر تدفع فلوس بس زمان لما كان المزاد بيتفتح الاهلي وزمالك كان النادي اللي معا اللاعب يقول والله انا عايزي 20 مليون فواحد يخش يقوله طبعا انا هدفع 25 مليون واخدانا التاني يقوله لا تبانا هدفع 30 التالي يقوله لا تبانا هدفع 40 واحك هزا فتلاقى ارقام خزعبلية ملهاش علاقة بقيمة اللاعب ارقام كبيرة قوي على قيمة اللاعب نفسه لكن دلوقتي لا لا يعني مثلا هديك مثال مصطفى شلبي لعب امبي لعب مهم ومحترم وعمل موسم رائع جدا الموسم الماضي الاهلي عرض رقم الزمالك من بعيد كده بيقوله انا هدفع الرقم الفلاني امبي شايف ان الرقمين مش مناسبين لي فمش عايزي بحزن فتوع هتلاقي هنا بقى رغم ان الاهلي والزمالك بشكل او باخر داخلين في الصفقة بس ما بيعلوش على بعض ما داخلوش المزاد انا والله هدفع 10 مليون التاني انا هدفع كبيري 12 مليون فيقولك طب خلاص التاني يقولك طب انا كمان 12 مليون بس اللي امبي يوفع عليه وللعب عايزه بس ما حدش بقى يقول ايه طب انا هدفع 20 طب انا هدفع 30 مفيش الكلام ده الكلام ده ما بقىش يحصل غالبا ما بقىش يحصل او في اغلب الظن يعني